السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة بازن الله هنكمل حل ملزمة المتميز لتكترة سنة خمسة. خلصنا الحمد لله في الاجزاء الاولانية كل اللي تشوز. وشرحنا كل سؤال علشان انت لو ناسي او مش عارف الدرس. فبالتالي ايه? هيبقى الدنيا حلوة معاك. تمام? تمام. اه ان ده فيديو على اليوتيوب فاكيد هينزل عليه اعلانات فاستأذنكم لما يجي اعلان تطفل اغاني خالص. تمام? لو في اي حاجة مش كويسة او كده اعلان فيلم او اي حاجة ايه ما نبصش عشان نغض البصر عشان حرام. تمام? واخر حاجة مفكركم بها ان دكتور محمد امين في الاي سيتي والماس نزل لكم المتميز تمام? ولو في حاجات ما نزلتش فان شاء الله هنزلها بازن الله تعالى. تمام? فبازن الله تبقى المراجعة مفيدة ليكم. وكل حاجة ان شاء الله تكون تمام? واللي عنده اي سؤال يقدر يبعثلي على زيره عشرة اتنين تسعة تسعة واحد تسعة خمسة خمسة سبعة. تمام? وبرده اقدر ادخله جروبات الماس والساينز والاي سيتي. تمام. يلا بينا. آآ برضو في معلومة ازغننا ان فيه بعض منكم مش آآ يعني ما خلصش المنهج خاص. تمام? فيقدر يرجع للمراجاة اللي انا كنت عاملاها. تمام? كل كونسبت عاملا له مراجعة شرحي كامل. مش مستاهل حتى ان انت لو معرفتوش تروح تبص على الدروس. لانا انا شرحت لك كل حاجة في المراجعة. كل مراجعة تتروح من ساعة ونص كده. تمام? اي اكبر مراجعة كانت كونسبت الاخير تلات ساعات. ولكن تلات ساعات انت مش تحتاج لاي حاجة بعدها. اوكي? تمام. دي بس النصائح في الاول. يا زبينا نبدأ ايه? الحل. يلا number one. the rotation of earth around the sun. لفة الارض حوالين الصن. causes بتسبب day and the night phenomena. بص يا معل. بص يا معل. نقول تاني. نقول تاني. انا عندي الارض. يا بتلف حوالين نفسها. يعني حوالين بتاعها. يا حوالين الصن. انهي اكبر. هكيد حوالين الصن. فالصن. لفة الارض حوالين الصن. بتسبب season. اللي هم ايه? اللي اربع فصول طوع السنة. شطة ربيع. سيف خريف. winter summer. winter summer. spring autumn. تمام? لكن لما الارض تلف حوالين نفسها. هوريك الفيديو اللي انا قرفتك بيه. بص كده. وطبعا انا شرحت لكم جزء ده كويس او في المراجعة. لما انا الارض هو دبينا ايه? اه طبعا اللي عاملوا ده طالبين عندنا مازين ومالك ربنا يحميهم. تمام? عاملوا ايه? جابوا اليوستفل ديايا. وديب. حطوا فيها الايه? ها? حطوا فيها ايه? العصاية دي. تمام? تمام. اولا حطين العصاية ميلة. يعني تمام? الارض كده ميلة عليها. حلو? حلو. العصاية دي اللي هي مين? الاكسز. جميل? جميل. طيب. وهنا حطين نور كأنه الشمس. طيب. ونعتبر نعتبر ان انا هنا. بصوا. انا في الخرم فين اه 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 انا هنا. مشي? انا قاعدة. حلو كده? جميل. يبقى انا في المكان ده. اوكي? اوكي. الارض بتلف حوالي نفسها اللفة دي في خلال اربعة وعشرين ساعة. تكون لفة لفة كاملة. بص بقى يا معلم انا هروح فين? بص. الخرم اه اه خرم كده هنا صح? 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 هنا الشمس هنا انا كده عندي شوف الظلمة الليل? صح? طب يلا نشغل بقى كمان. اه اه. صح? ها? الارض بقيت لها في الجزء ده? في الجزء المنور فبقى عندي نهار. فدوران الارض حوالي نفسها هو اللي بيسبب لي النهار. تمام? واللي واقع في الكونسبت ده يرجع للمراجعة بتاعته وبفضل الله مش هتحتاج حتى ببص على اي درس. تمام? تمام. ولو مش هتلاقيها ابعتلي على الواتف. يلا يبقى الارض حوالي الشمس? حوالي الشمس كلها كده? يعني الشمس هنا وهي بتلف حواليها كده? لا ده ده بيسبب بالفور سيزون. تمام? طيب. the earth takes 12 hours to make a complete cycle on its axis? الارض بتاخد 12 ساعة عشان تلف لفة كاملة حوالي نفسها? لا. بتاخد 24 ساعة يعني يوم كامل. تمام? لو قالك to complete half cycle اقول له اوم. لكن complete cycle 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 كاملة? لا. يبقى غلط. number three. earth revolves around the sun. القرص بتلف حوالي الشمس كلها كل 24 ساعة? يا راجل ده كتلفتها حوالي نفسها 24 ساعة. انما حوالي الشمس اقدي ايه? سنة. احنا حسبنا السنة بدوران الارض حوالي الشمس. فغلط. number four. earth revolves around the sun. once. كل تلف حوالي الشمس مرة كل يوم? برضو هي هي نفس السؤال. فغلط. طيب. number five. the sun doesn't revolve around the earth. الصن ما بتلفش حوالي الارض. او والله صح. الارض اللي بتلف حوالي الشمس. طيب. number six. جوبيتر is the fastest planet. اسرع بلانت. اللي بيلف. that rotate on its axis. اسرع بلات يلف حوالي النفسه in the solar system. او. لكن يقول اللي بيلف حوالي الشمس هو اسرع واحد. لا. الجوبيتر اسرع واحد بيعمل دواخيني يالمونة دواخيني يالمونة حوالي نفسه. حوالي نفسه. اوكي؟ طيب. اوكي. number seven. our solar system contains eight planet. الصورة السيستم بتاعنا بيكون من ثمن. كواكب؟ صح. طيب. كانوا تسعة وبقوا ايه؟ واحد هرب. فهم تمانين. تمام؟ تمام. طيب. number eight. الconstellation have similar shape in the sky. كان الconstellation دي رجعتها لك. في الفيديوهات اللي فاتت رجعتها لك كلها. اشكال شوية stars group of stars. مجموعة من stars. اشوفهم على شكل حاجة معينة. تمام؟ زي الconstellation orient. اللي هي كانت ايه؟ شبه حد بيستود. طب ما دي اشكال مختلفة. انا ممكن اشوفها فانوس. ممكن واحد تاني شافها لي رقاصة. واحد تاني شافها ايه؟ ده فستان. فالconstellation عندها اشكال مختلفة. مش similar. يبقى different shape. اوكي؟ طيب. number nine. theconstellation helps us to determine the main directions. الconstellation بتساعدنا نعرف اتجاهات. شرحتها لك وقلت لك اوه بدليل الناس اللي في الصحرة بدليل الناس اللي ايه آآ انا همصلة سيدنا محمد. بدليل الناس اللي ايه في اه في المراكب وكده بيتدلوا بالconstellation اشان يعرفوا الطريق. number ten. the landscape of shadow. of different objects. don't change during day. اه طول الشادو ما بيتغيرش اسنائي اليوم. لا طبعا احنا قلنا ان اتنون الساعة 12 الشمس اه يا دماغي الشمس قاعدة فوق دماغي مش تلاقي يضل فهلاقي الساعة 12 اتنون short shadow لكن بعد كده او قبل كده it's okay هلاقي الايه هلاقي الشادو طويل فغلط يلا number 11 stars are solid object made of rock ال stars النجوم متكونة من solid object معملي من rock يا راجل يا راجل كانت معمولة كده لا طبعا دي كانت عبارة عن gas object متكونة من ايه من gases تمام فغلط طيب number 12 the sun is the biggest star in the universe اكبر نجمة في الكورن ها ده لا ده sun دي عبارة عن نجمة ومش حجمها ولا كبير ولا سخنون كان حجمها medium وكمان في 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 الصورة بتاعنا كمان طيب number 13 all people in different countries see the stars see the stars in the sky as the same time يعني يعني هنا وهنا وهنا كلنا شايفين نفس ال stars في نفس الوقت لا طبعا ده ده كوكب كبير وهنا عنده نهار وانا عندي ليل وحاجة في كمة العسل يعني فغلط طبعا يلا number 13 all the stars are far away from earth اللي stars بعيدة عننا اه اكيد تمام طيب we can feel the movement of earth easily بنقدر نحس بحركة الارض بسهولة لو ولا انا يعجبش حاجة بتتحرك مش حاسس بيها فغلط number 16 constellations appear in the sky are different in winter than in summer اللي بتشوفها في وقت الوينتر غير السمر اوه عشان ساعتها الارض بتلف حوالين الشمس فبالتالي انا بشوف حاجات مختلفة في كل season في كل فصل فصح طيب number 17 the moon reflects sunlight that falls on it المون بياكس ضوء الشمس اللي بيقع عليه اه عشان كده بينور هون بينورش من نفسه ده نصاب ده بياكس ضوء الشمس طيب حلوة قوي number 18 بلاعلك حلها انت كده بلاعلك بلاعلك لو جاوب لو جاوبتها صح فشبشب ماما لازم يكون علاقة فيك ليه هنا ده بياك الكورساليشنز اشكالها مختلفة فغلط ماشي نعمل حالتها غلط يبقى انت باشا بن باشا يعني خد بوس يالا the moon seems shiny المون بيبين شايني because it absorb sunlight حد جنب ماما هيقول لي صح وحد جنب ماما هيقول لي غلط طيب يعني اي ابزورب يعني المون هو دخل فيه ضوء الشمس حلف ما يطلعه داني ما عمل لهش reflect فكده يبقى غلط لازم يقول انه هو reflect يعني اول ما لمس الضوء رجعه داني اوكي اوكي تمام اللي بعد يالا بينا بسم الله number 20 the sun is necessary for the continuity of life on earth السن مهم عشان الحياة تكمل على الارث اوه ده من غيرها موت تمام واغظو ان خدنا ان السن مهمتها للبلانتس ان هي تدي لبلانتس ايه الانرجي فالبلانت يدينا اوكسوجين ونا دور ناكل والحاجات تعيش فلو ما كانش فيه سن كانش بفيه اوكسجين كانش بفيه اصلا اي حاجة هيا الارث في النص حواليك كواكب ولا ايه لا ده الصن في النص نيكولاس كوبرنيكس قلتلكم في المراجعة انه هو عمل حاجتين اثبت ان الصن واثبت ان الارث بتلفه حوالين الصن اوكي اوكي بس ده اللي عمله كوبرنيكس يبقى هو الارث في النص لا طيب نمبر 22 جوابناه بكده لا طيب نمبر 23 مون اند ستارز ميك دير اون لايه المون والستارز يعملوا الضوء بنفسهم لا ده المون ده نصوب كداب حرامي كانت السن والستار قتلك اسي اسي بينورونا ها الاس سن الاس ستار هم اللي بيعملوا اللايت برسوم فغلط غلط نمبر 24 the sun appears in the same place in the sky all day السن هتفضل مكان هتسبك كده طول اليوم هتلاقي في النص كده مثلا او ع الجنب كده لا شكلها كأنها بتتحرك فغلط نمبر 25 the lens of day and the night طول النهار والليل دايما سبتين او يعني النهار يبقى كذا ساعة كذا 12 ساعة وده 12 ساعة لا بدليل ايه بدليل ان احنا في الصف تلاقي النهار طويل والشتة تلاقي الليل طويل فطبعا ما بيبقوش ايه ال day والnight ايه اا وقتهم زي بعض فغلط طيب بدليل كمان في ناس عندهم مثلا النهار اربعة ساعات فبيصوم اربعة ساعات صباح الفول شوف 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 الجمال ودوني بقى البلد دي يلا the stars are made up of hot gases the stars معمولة من hot gases حصل والله يا دكتور اللي معمولة من جازز طب مين كان الجازز هاها hydrogen hydrogen وهيليم يبقى مين الجازز اللي بيعملوا اللي stars والنور بتاعهم كده ويتنوروا وكده هم اتنين تنين gases هاها hydrogen وهيليم تمام number 27 stars are super hot gases sphere عبارة عن كرة سخنة جدا متكونة من gases اكترهم helium وhydrogen اه هاها صح يلا number 28 galileo pinnicular are scientists help scientists to see distant object in space with more details the pinnicular اللي هي الايه اللي كانت بتاعك تبص عليها تجيب لك الحاجات من الفضاء تمام كان عندنا اسمها galileo pinnicular يعني ايه pinnicular يعني تبص بعنين كده يعني عينك تقدر تبص من عدستين مش عدسة واحدة تمام تمام فقدر شوفي حاجات البعيدة حصل والله يا دكتور طيب number 29 among the sources of fresh water are rains من ضمن المصادر المية العزبة المطر اوه حصل صح number 30 the type of water in river is fresh water only اول ما واحد بيشوف لي كلمة قولي يقولي ايه ده لا لا ركز في كلمة only هو مية ال river مش كلها عزبة طبعا كلها عزبة فيش حاجة غير العزبة طيب طب مين اللي ممكن يبقى عنده fresh water او salt water يبقى عنده يا ده او ده الليك حالو؟ حالو يبقى اللي عنده fresh or salt يبقى الليك تمام؟ طب الاستوري اللي هي البرزخ اللي هو التحاد ما بين الايه salt water و fresh water هلاقي الووتر في النص ايه mix ما بين salt water و fresh water لو قل لي mix يبقى ايستوري طيب number 31 we must conserve fresh water لازم نحافظ على fresh water because it is limited on earth عشان هي محدودة على الارض اكيد طبعا عددها يعني مثبتها محدودة جدا في الارض طيب number 32 high quality of fresh water الجودة الحلوة لل fresh water leads to تؤدي الى death موت marine organisms اللي leave in it يا راجل جودتها الحلوة تؤدي الى كده؟ لا ده اللي تؤدي الى كده poor quality كان عندي خطرين two risks اتنين ها فيه اتنين من المخاطر اتنين من الخطر بيوجهولي المية العزبة مين هم؟ poor quality جودتها اللي بتكون قليلة فبتخرب الدنيا والسكارستي احفظهم عندي two risks خطرين بيأثرولي على fresh water مين هم؟ poor quality والسكارستي الايه؟ السكارستي يعني ايه سكارستي؟ ندرتها الليتها تمام؟ تمام فجودتها الحلوة هتموت؟ لا طب number 33 لو جوابتها غلط ادرب نفسك بالأفضة او شب شب ماما بقى ايه؟ يا دك يا موت بحديك مجهزة الشب شب 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 كده هيه ههلها ايه؟ the two main risks the risks the threaten fresh water اللي بيهددولي fresh water هم السكارستي and the conservation انا قلتلك scarcity conservation ها؟ قلتلك ولا ما قلتلكش؟ لا قلتلك scarcity فلو قلت صح معلش يعيد نفسك تاني تمام؟ لكن هي غلط عشان لسا ايهلها حالا طيب 34 building factories is from human strategists to control and conserve the fresh water بناء المصانع دي من الحاجات الانسان بيعمل عشان يتحكم في المية وينظفها مصانع لا دي المصانع بتخرب الدنيا فغلط طيب number 35 the gravity of moon affects the ocean tight الجرافتي بتاعت المون بتأثر على المد والجزر بتاع المحيط؟ صح صح برافو ليه هو كده؟ الجرافتي بتاعت المون بتأصلي على المد والجزر عارف الأمواج بتاعت المية؟ اه هو بيأثر عليها المون هتخدوها ما تكبرو طيب the earth pulls object toward its moon؟ الـ earth بتجذب الحاجات للمون؟ انت لو قلت pull the moon اه الـ earth بتجذب المون فصح ها 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 هي بيقولك the earth بتجذب بتجذب الحاجات نحية المون لا انا عندين هنا ومنتشد القمر؟ لا طبعا طيب number 37 the living organisms are part of geosphere؟ لا لا انا قلتلك الجايوسفير ده بتاع الارض لكن الليفينج أورجنازمز الكائنات الحية بايوسفير فغلط نمبر سيرتي ايت جازز اللي بتحيط بالارض هي الاتموسفير حاصل صح يا دكتور الطبق اقصى ده الاتموسفير هو الغلاف الجوي فده الجازز اللي حوالينا طح طي نمبر سيرتي ناين بعض البرك والبحيرات ممكن ينشفوا في الوينتر اول حاجة بتنشفوا في الوينتر او في الصيف لا في السامر فغلط يبقى هنا لو تبقى لجابة الصحة لو سامر تمام تمام يلا بينا نكمل بسم الله لو وصلت لحد دلوقتي في النقطة دي معي فا وفهمت مني او الحصة عجبك فا استأذنكم ممكن تدعولي با تدعولي وبتدعي لأختي ممكن تدعولي بإذن الله يا ربنا يكرمي كاف حياتي ويا رب أحج ممكن لان نفسق أحج جاوي تمام فا يا بيت تدعولي احج ويبقى معي محرم بقى لان لازم محرم كده كده فا يا يبقى بابا وكده او ايه او اتجوز بقى يعني يا دايدا ماشي وتدعي يا رب الاختي ان هي ربنا يوفقه في السنوية عشان هي تعبت شوية السنة دي جامد فطبعا دا قصر كتير فا استأذنكم تدعولها يا ريت ولكم جزيلا الشكر ودعا بتليف وتليف وترجع لصحبها فلو ما دعيتش بقى مش هتلاقي حد دي جاق بعد كده ماشي ماشي يال الريفر والستريمز دول بيجروا يعني بيتحركوا كده ومية حلوة اه والله فعلا صح طيب جميع المون هيفضل ماشي في الأوربت بتاعه تمام الأوربت السابت ده الجميل اللي هو شكله بسبب هيفضل ماشي محترم كده بسبب الجرافتي التاعت المبينهم اه نيش طيب نمبر 42 يقول لي اه بتكذبها غلط دايما الجرافتي بول دايما الجرافتي بول فغلط مش بوش خلي بالك تمام الجرافتي ما تقولش هوش الجرافتي ما تقولش بوش ماشي حلو كده تمام نمبر 45 ماجنتزم ماجنتزم اذا طايب اوف فريكشن فورس الماجنتزم نوع من الفريكشن فورس ها نوع من قوة اللي احتكد لا دا كان الطايب اوف فريكشن فورس كان ال اير اير ريزيستنس تمام بس دا مش نوع من الفريكشن فغلط تمام يالله بينا نمبر 45 جرافتي بول ايش تقوم قلتي جرافتي بول ماشي بوش لا تسحب الوبجيك تسحب الوضع تسحب الوضع اوه قلتي لي بول ماشي قلتي لي بوشي لا حاجش يقول لي هوش جرافتي ما حاجش يقولها ايه بوش هوش يالله نمبر 46 تسحب الكائنات الحية وما الطوبة دي نوقع على الارض ليه وما الحاجات دي على الارض ليه لا تسحب اي حاجة ايه نمبر 47 اوه مقاومة الهواء بتقلل بتقلل حركة البراشوت اوه وطبعا انا في الفيديوهات اللي فاتت قلتلكو الارزيستنس كان قال ليه الادب ازاي كان الجرافتي تقول والله ما لينيش دعوة لكن الارزيستنس ايه تقول اوه انا المفترية انا اللي بقى بطق الديني طيب نمبر 48 اوه بيصرع الحاجة لا الارزيستنس ده كان يعني الرخم كان يبطق الحاجة على طول عشان الارزيستنس دي كانت نوع من الفريكشن اللي احتكاك ان الهواء يقول لك يا عم طوعش بس استنى اوه استنى بس ماشي طيب 49 البلانت هتلف حوان الصن لتيجي دي الجرافتيشنال بوشنج تقول لك الجرافتي دي ما تقولش هوش ما حدش يقول لي هوش يا اولاد لا يبقى بول الجرافتيشنال بولنج فورث نمبر 50 البراشوت بتساعد على زيادة الصرعة صرعة الجسم هو نزل خربي لا طابعا دي بتبطى وما المفتح بمرشوته اللي عشان هموت ولا ايه طيب نمبر 51 ببطاء الجرافتي 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 للقارد المخليه كل البلانت محترما للقارد كتفاسفوسيا دا فيه حاجات اكبر منها يبقى مين اللي كان يقوله ولا كل واحد في الأوربت بتاعه يبقى مين الصن كان الصن اكبر واحدة اكبر ماز فاكبر جرافتي فبالتالي بتخلي كل البيانت كل واحد في طريقه محترم يبقى ايه يا يبقى غالط يالا ٤ٰ دايما الماغنيت يجذب بس لا ده انا ورتكوا ساعتها في الفيديو اللي فات ورت لكم ايه فاكرة اللي فات ولا اللي قابله بس ورتكم الماغنيت المغناطيس يا اما يقرب لبعد يا اما يبعدوا عن بعض لو زي بعض بيبعدوا عن بعض لو مختلفين ايه يقربوا لبعد تمام تمام حلوة قوي لا ده اتراكشن او او ريبالشن يعني ايه ريبالشن يبعدوا عن بعض اوكي يبقى خلط number 53 as the mass of object increase لما الماس يزيد الجرافتي تزيد قلتلك اوه الجرافتي اللي هي البت جهان بتحب الواد محمد فالجرافتي بتحب الماس فلما تزيد الماس يزيد الجرافتي ولو قل الماس ليسوا الجرافتي لكن البت جهان ما بتحبش الواد محمد ده اللي هو el distance فلو el distance زادت راقة تقول له لا والله L مش هزيد زايق طب لو el distance قلت booty تقول له طيب والله ما عمل زايق ايه هزيد اوكي فلما المأس بيزيد الجرافي بتزيد صح طيب الماجنت عنده طريق عنده قوة انه هو يجذب المتالز المعازن زي السيلفر والجولد زي الفضة والدهب طيب السيلفر والجولد الاثنين ده ايه ده 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 زي الحديد يا دكتور لا الحديد والفضة عمرهما ينجذبوا للمغناطية يعني انت لو لابس حاجة فقط فضة وجذبت للمغناطية او ليه يوضيك ما طلعتش فضة او جوا حتي حاجات ايه ما تبقاش ااااا يعني مسلا دهب مخلوط او فضة مخلوطة لكن السيلفر او صافي ابدا ما ينجذبش للايه ليه المغناطية اوكي اوكي نكمل تطريق بتاع كل بلانت عنده اللفس الشيب اللي هي الاوفال الشيب الأول إليفتي كالشيب صح تمام تمام 56 قال إن الإيرث ريفولف أوه قال إن الصن في النص والإيرث بتلف حواليها طيب 57 الإيرث روتيت الأرث بتلف حوالي الأكسس بتاعها بسرعة تساوي آه الأرقام دي تلغبطني طب ما تيجي بقى نشوف لأنه كنت كتبه لك في الملزمة كنت مجمعهم لك فين 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 ياريونا كنت مجمع لكم الأرقام دي تايم في الملزمة الأخيرة آه الملزمة 4.2 فين 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 آه هو وكتبت لك هو نيكروس كوربرنيكوس قال إن الصن في النص في السنتر والإيرث بتلف حواليها وإن الطريق بتاعهم بسمي أوربيت والأوربيت ببقى شكله أوفل آه قفاش تاهي ركز بقى هنا عندي رقمين الإيرث الارث بتلف حوالين الشمس بسرعة تساوي لكن بتلف حوالين نفسها بسرعة يعني حوالين الشمس مية وسبعة الف حوالين نفسها الف وستمية طب نشوف كده بيقول لي ايه بسرعة مية وسبعة لا ده كان حوالين الشمس مية وسبعة الف تمام تمام الارث بتلف حوالين الشمس في الارث شكله هتقول لي اه قولة غلط مش دايرة ده اوفل شكل بيضاوي غلط القطنة بنستخدمها كفلتر من المية او احنا عندنا مسلا عندنا فلتر وكمان حطين على الفلتر قطنة وشاش علشان كمان لو في حاجة عادت من الفلتر فتقعد في القطنة فصح طيب الووتر مهم عشان بنمو الكائنات الحية اكيد طبعا طيب يعني ايه يعني ايه يعني ايه as a result of the effect of rain is example of interaction between hydrosphere وبايوسفير اه طيب انا عندي الرك ده جيوسفير فانا مش تلاقيه هنا والمية دي الرين هايدروسفير ما جاب ليش سير كائنات حية ده جاب لي رك ورين فغلط لان ما فوت جيوسفير وهايدروسفير 62 ocean oceans lakes and rivers are included in the hydrosphere الاوشان والليك والريفر دوموا هايدروسفير اه كلهم فيهم مية يبقى هايدروسفير صح يبقى هايدروسفير دي حاجة المية طيب fresh water forms about 3.5% of water on earth نسبة المية العزبة بتكون 3.5% من المية على الارض اه تلاتة ونص جميل اما السولد كانت 96.5 جميل number 64 سوري some human activity are responsible for water pollution بعض الاجتفاتيات البني ادم مسؤولة عن تلوث المية اكيد هو في غيرنا اللي بيخربها اكيد طيب 65 half of the moon is eliminated at the first quarter face of the moon نص الامر بينور في الفيرست quarter face بتعلمون اه قلتلك ان النص ان النص الامر بينور في الفيرست quarter في وقت ربع الشهر من اه من الشهور القمرية فصح طيب 66 when we visit planetarium تعال افكارك بال planetarium انا شرحته لك بشكل كويس قوي 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 في المراجعة بتاعت قنصة اهي الشيت اهو الشيت ده بجد انا شايفة من وجهة نظر ان هو مترتب بشكل احسن هو انا جايبة الدرس الاول في الاخر والكلام ده كله بس فعلا انا مرتبه بشكل كويس بصراحة بما يرضي الله يعني فباذن الله كن سهل عليكم بدل من تمسكوا ايه درس درس فانتم ممكن تمسكوا المراجعة دي هتخلص لك كل حاجة وتحفظ وتضحك معي وكل حاجة تمام؟ طيب ايه البلانيتاريوم ده؟ تعال اوريك البلانيتاريوم اهو عبارة عن مكان مكان كده في بروجكتور في بروجكتور يبقى في ايه؟ بروجكتور البروجكتور ده بيولع فين؟ بينور النور بتاعه فين؟ في السقف في السقف والسقف بتاع البلانيتاريوم شبه القبة شبه الدوم تمام؟ يبقى انا عندي البلانيتاريوم ده مكان ببص فيه ايه وعا معلم ايه الجمل ده؟ ايه ده؟ كوكب ايه ده؟ نتفرج كأننا على فيلم البروجكتور اللي فيه بينور في السقف والسقف شبه القبة تمام؟ تمام مين يا تارا اللي بيتحكم في الحاجات دي ومدير المكان؟ اكيد علماء صحي كده؟ اكيد علماء ينفع تلاقي الارضة حواليها اربعة اقمر ولا حاجة اربعة اقمر؟ لا طابعا يبقى البلانيتاريوم ده is a place where we can see اللي نقدر نشوف الصور بتاعته والبلانت اقدر شوف حاجات كتير قوي ايه؟ اقدر شوف حاجات في المكان ده فالبلانيتاريوم هايز بروجكتور عنده بروجكتور that display اللي بيورين الصور on its ceiling على السقف السقف ده that look like شبه الدوم القبة تمام؟ تمام طيب حلو قوي عرفنا ان البلانيتاريوم ده director بتوعه يعني المديرين بتوعه تمام؟ لازم يكونوا ايه؟ دكاترة ولا مرانديسين ولا علماء بتوع فضاء scientists لازم يكونوا scientists علماء ولا يكون سباك ولا يكون موان ولا يكون متاع فراخ اللي يكون متاع كده ها؟ لازم يكون هو واحد بتاع فضاء صح؟ مفاشش حتى يكون دكتور لازم يكون واحد تعفضاء صح كده؟ تمام؟ يكون اللي بيدرس البيهيفيور والبراوبرتز بتاعت بيدرس بقى الشالي الشالبادي بدي تعمل قوم تكونه من ايه عشان يعرف يشرحك ويعرف يعمل لك صور صحي كده؟ طيب اوكي ام ايه ايه تاني ماشي وطبعا بايه؟ بياخدوا لك الحاجات اللي درسوها دون ويورهو لك طبعا وطبعا فيه اجهزة عندهم بعض البرامج في الكمبيوتر بستخدمها في البلانيتاريوم عشان اوديك بها الصور. استخدم حاجات بقى توريني ايه. اه ده بص اي اي اقولك بص بص. كانت السنة اللي فاتت كان شكلها كزا. وممكن السنة اللي جاي يبقى شكلها كزا. تمام? فبعرفك كل حاجة عن طريق البلانيتاريوم. يبقى وين ويفيزت بلانيتاريوم. هنشوف صور للكائنات الحية ولا للحاجات الفضائية. يبقى ايه، ايه. يبقى غلط تلك انا ليشيف شهر على طريق الحية. انا مش راح هاتفرج على الحيواناتك. صح؟ صح. نابر ساكستي سبن ريوليوشن is the moving of object around another object? قلتك ان عندي كلمتين. عندي كلمة rotation. هنفتكارها لو روتتاتاتاتا. ان طفل عميلي تاتاة تاتاة تاتاه ويلف حوالي نفسه. تاتاة تاتاه ويرف حوالي نفسه ماشي? فده لو روتيشن اما ريفليوشن يعني بيلف حوالين حاجة انت بتريفولف على مامتك بتلف حوالين مامتك فده عبارة عن موفمينت حاجة تتحرك حاجة تانية حاجة تحرك حوالين حاجة تانية وبكده نكون خلصنا الصح والغلط فيه ملزمة المتميز بشكركم جدا 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 اللي عنده اي سؤال يقدر يبعتلي على زيره عشرة تنين تسعة تسعة واحد تسعة خمسة خمسة سبعة تسوش تعملوا لايك والشير وسابسكرايب وتبعتولي على الواتساب عشان دخلكم جروبات الماس والساينز والاي سي تيمز تسوش دعواتكم بالحج والاختي شكرا جدا باي باي